أهلا بكم من جديد يقترب السودان من الوصول إلى تفاهمات سياسية تنهي حالة الجمود التي ظلت قائمة منذ أكثر من عام بعد القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة فيما بات يعرف بقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر قرارات سبقت بحملة من التشكيك وأزمة الثقة بين المكونين العسكري والمدني انتهت بفضل الشراكة التي تم سياغتها وفق الوثيقة الدستورية التي خضعت لتعديلات كثيرة المخرج الوحيد الذي يبدو مقبولاً الآن هو مشروع مسودة الدستور الانتقالي الذي ساغته نقابة المحامين دون أن تصل للسطور الأخيرة التي ستكون محل نقاش بين العسكريين والمدنيين ووسط هذا المشهد تعلو أصوات الرافضين من الشرق والغرب وتتشكل الجبهات السياسية والتي كان آخرها الإعلان عن الكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير التي ضمت الحزب الاتحادي الأصل وقادة من حركات الكفاح المسلحة وفق الإعلان الذي تم يوم أمس فإن الكتلة الديمقراطية قالت إنها تهدف إلى التصدي للراهن السياسي وفي تفاصيل موقفها فيترفض إقرار دستور جديد وتريد الإبقاء على الوثيقة الدستورية التي ضمت لهم أو ضمنت مشاركة سياسية في صنع القرار ترجمة نانسي قنقر الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تحاول تكوين جبهة سياسية واسعة للتوافق على مسودة دستور الانتقالي الذي ساغت مبادرة لجنة التسييرية لنقابة المحامين يسير وفق مرحلتين الأولى هي الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والتي شملت ملاحظات الأخير حول الدستور الانتقالي لقامة سلطة مدنية انتقالية وسيتم فيها حسم الكثير من بنود الدستور المرتقب بما في ذلك قضايا الانتقال وتشكيل الأجسام الانتقالية التي تشمل مجلس السيادة والحكومة والبرلمان والمفوضيات وبعد تحقيق التوافق المطلوب مع المكون العسكري وبمشاركة القوى السياسية سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي مرحلة الاتفاق النهائي يتم في هذه المرحلة تطوير الاتفاق الإطاري لتحقيق التوافق بشأن أربع قضايا رئيسية أول قضية هي العدالة والعدالة الانتقالية هي قضية تحتاج مشاركة أصحاب المصلحة وأسر الضحايا وكل من تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن وفي هذه النقطة طالب الجيش بحصانة من المحاسبة التي قد تكون بحسبه انتقامية أو سياسية لكن المقصود بالعدالة والعدالة الانتقالية هو حل كل المظالم والقضايا ليس فقط بالخرطوم بل أيضا في المناطق الأخرى التي شهدت انتهاكات بعض هذه الانتهاكات كان وصل لمحكمة الجنيات مثل ما حدث في جبال النوبة ونيل الأزرق وأحداث فضل احتصام وثورة ديسمبر وما قبل وما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر وما حدث في كجبار في أقصى شمال السودان وما حدث كذلك في دارفور على مدار عقدين تقريبا ترجمة نانسي قنقر القضية الثانية في الاتفاق النهائي هي الإصلاح الأمني والعسكري اختلطت المفاهيم بين الإصلاح وإعادة الهيكل فالجيش يتحفظ على تدخل أي طرف في إعادة هيكلته وبنائه مع الانتباه لنقطة مهمة فوفق دستور المقترح فإن رئيس مجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوة المسلحة ولكن القائد العام للجيش هو من يملك كل الصلاحيات العسكرية والأمنية مثل ما كان في عهد النوميري وصوار الذهب وبرمناصر هذا المبدأ ألغاه البشير وحوال الصلاحيات للقائد الأعلى ونظام قيادة الأركان ثم أعاد البرهان هذا النظام القديم لتكون الصلاحيات بيد القائد العام أما فيما يتعلق بالدعم السريع فقصته تبقى ضمن تفاهمات بين البرهان وحمده لكن تفاهمات بالنسبة لنا نحن تفاهمات فيها حاجات خطوط حمر بالنسبة لنا أولا هذه القوات المسلحة والقوات النظامية كلها خط أحمر غير مسموح بأنه حد يعبس بيها ويلعب بيها إطلاقا الحاجة الثانية التوافق نحن تضينا في 2019 أن كل القوة السياسية طلعت في 2019 إذا كانت مسير الحرية والتغيير أو مسير الكهيان الثاني كل الناس الموقعين أو البيضمهم التنظيم الأزاحة النظام السابق في 2019 عندهم حق مشروع في أن نحن نقيف معاهم عشان نكمل الفترة الانتقالية نكمل الفترة الانتقالية الآن إلى القضية الثالثة والتي هي حساسة وشائكة هي اتفاق جوبا للسلام سلام السودان والمطالبات بتعديل هذا الاتفاق فعند إلغاء مجلس السيادة وقصره على شخص مدني شرفي وفق المقترح هذا يعني ضمنيا إلغاء مجاة باتفاق جوبا باحتبار قيادات الحركات المسلحة أعضاء في هذا المجلس وبالتالي فقدانهم لمناصبهم السياسية التي تمثلت في سبع وزارات وثلث المجلس السيادي كمان الانتقال إلى الدستور الجديد يعني ضمنيا أيضا إلغاء الوثيقة الدستورية التي تتضمن اتفاق جوبا للسلام قوات حفظ السلام التي تشكلت بموجب اتفاق جوبا سيتوجب دمجها ضمن هيكلة الجيش الجديد وفيما يتعلق بقضايا النزاعات بين القبائل فستحل تحت مظلة مفوضية الأراضي والحواكير ومفوضية السلام وغيرها وهذه قضية أساسية ومهمة للحفاظ على السلامة لابد أيضا الإشارة هنا إلى أزمة مسار الشرق تحديدا والمطالبات المستمرة بإلغاء هذا المصار وتحديد منبر تفاوضي منفصل لقضايا بالإضافة إلى مصار الوسط والشمال وما تشهد هذه المناطق من نزاعات قبلية قائمة وضرورة حل جذور الأزمة هناك والتي تتشارك أسبابها في عدة مناطق أيضا ترجمة نانسي قنقر القضية الرابعة والأخيرة في اتفاق الاتفاق النهائي ستكون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أو ما يعرف بمفهوم إزالة التمكين فقرار إعادة تشكيل لجنة إزالة التمكين لا يمكن أن يكون حصريا لقوة الحرية والتغيير نظرا للانتقادات السابقة لها عندما كانت متهمة بأنها تعمل وفقا لمرجعيات سياسية انتقامية بمعنى أنها كانت متهمة بإزالة تمكين البشير وفي المقابل بناء تمكين جديد لقوة الحرية ولجناحها السياسي وضمان شفافية عملها ترجمة نانسي قنقر أسئلة كثيرة ومهمة تطرح هنا حول لجنة إزالة التمكين هل ستكون مفوضية وما مدى الصلاحية المحاسبة وهل يقتصر عملها من فترة الثلاثين من يونيو وما بعدها أم هي لجنة دائمة لتكون متخصصة في مكافحة الفسد المالي والإداري بكل الحكومات المقبلة بما في ذلك التصدي ومراقبة محاولات إعادة توظيف الإسلاميين وأعضاء وأنصار المؤتمر الوطنية معنا مباشرة من الخطوم الناظر محمد الأمين تيريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة سيدة الناظر تيريك أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة هل أنتم اليوم جزء من هذا النقاش أهلا بك هل أنتم اليوم جزء من هذا النقاش السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وبين قوى سياسية أخرى حول المرحلة الانتقالية ومشروع الدستور السلام عليكم وحيي المشاهد الكريم ونحن شرق السودان أكيد جزء من هذا الذي يدور في الخرطوم ولكن مع ما تحالفنا معهم والذي تضمد وسائقهم قضيتنا العادلة وهي قضية شرق السودان التي تنادي وتطالب بمنبر منفصل شرق السودان يحقق إن شاء الله تموحات أهل الشرق نعم إذن تواصلت معكم هذه القوى السياسية قوى الحرية والتغيير المركزي حول هذا الاتفاق السياسي هل اجتمعتم مع هذه القوى؟ نحن أساسا عندما أعلن نداء السودان في هذا الحوار أو الذي اطلق هذا النداء الذي اطلقه كانوا نحن حقيقة أتينا وأصبحنا جزء من هذا الحوار الذي تضمن قضية شرق السودان واعترف بهذه القضية وأصبحت واحدة من بنود الوثيقة بتاعت نداء السودان بأن يكون هناك منبر جامل أهل الشرق السودان لحل قضية شرق السودان أيضا نحن جزء من التوافق الوطني الذي يضم الأخ والإخوة في الجوهة السورية وعلى ناس الأخ مني وجبريل وأيضا الأخ موارك أردول وآخرين من الجبهة وأيضا تضمن هؤلاء هم حقيقة نلوقع على سلام جبهة أيضا تضمنت وسيقتهم بإن شاء الله إيجاد المنبر التوافق على المنبر التفاوضي لأهل شرق السودان فكل ذلك هو الآن هذه الوسائق اتمتت هذا ونعتقد أن هذا هو حقيقة توافق أهل السودان ومناصرة أهل السودان لقضية الشرق باعتبارها باعتبار أن كلنا سودانيين والجميع يحس الآن بأن هناك حقيقة مشكلة في شرق السودان وإهمال سياسي وتحميش نعم فيما يخص التفاهمات الخرطوم أنتم أيضا جزء من مشروع الذي وضعت نقابة المحامين تناقشونه هذا المشروع مشروع الدستور نحن أولا لم نكن جزء من دستور المحامين ولكننا نحن الطرف وقعنا في الإعلان السياسي الذي وقع بين الرئيس مرهان ودكتور حمدوك رئيس الوزناء السابق وأيضا وقعنا على مذكرة نداء أهل السودان وأيضا وقعنا على وسيقة التوافق الوطني كل ذلك حقيقة يحمل قضية شرق السودان قضية أساسية ولكن وسيقة المحامين لن ندعو للمشاركة ولن أحد يفاوضنا حوله ولكننا التقينا بالتقى بين السفير الأمريكي في كاسلا وأيضا لجنة السلاسية برئاسة فولكر أيضا لتقينا في كاسلا وكلهم طبعا طرحنا لهم مشكلة الشرق وأيضا هم وعدوا بأن يكونوا إن شاء الله جزء من هذه القضية لم تتم دعوتكم لمناقشة هذه التطورات المتعلقة بمشروع الدستور ماذا إن دعيتم؟ ما موقفكم؟ ما مطالبكم؟ أنا أعتقد أن الدستور الانتقالي الآن الذي عدت له نقابة المحامين لأنه لم نكن جزء منه ولم حقيقة يعني يمر علينا للتدارس والتفاكر ولكن مما نسمعه أو من مشاهدتنا لبعض المواقع الذي توجد به هذه الوثيقة أو بالمراسلات التي تتم من بعض الأشخاص نرى أن حقيقة هذه الوثيقة تفتقر إلى أشياء كثيرة جدا في مقدمتها أن هذا السودان دولة إسلامية ومجتمع مسلم أغلب سكان أهل السودان وأيضا أهل أعراف وإرس وتقاليد فهذه الوثيقة لن تتضمن سواء كان ما يتعلق بالشريعة أو ما يتعلق بالأعراف والسائدة في السودان فلذلك هذه الوثيقة تأتي بشياء جديدة لا يتوافق عليه أهل السودان فلذلك نحن نفتكر أن نجاح الوثيقة هو كله يكمن أولا في الاعتراف بأن هذا الشعب الشعب مسلم غالب أهل السودان مسلمين وأيضا هناك أعراف يحتكم عليه أهل السودان فلذلك لا بد أن تكون الوثيقة لا بد أن يكون عنوانه والدباج التي تكون التوافق الأحكام يكون مصدر الشريعة والأعراف السائدة فهذا هو غائب من الوثيقة تماما ولا ندري أين تضع الوثيقة هذه الأساسيات في حياة الناس هل هذا المأخذ الوحيد على مشروع المحامين مشروع الدستور أم أنا لديكم بعض المأخذ الأخرى مرتبطة بمسار الشرق على الغالب لا نحن نحن ندقى ما طرحته هي قضية أساسية قضية أساسية هي أمر يهم كل مسلم وأمر يهم كل أهل السودان حتى غير المسلمين الذين يحتكمون للأعراف وأيضا هذا أمر عظيم جدا أمر الاحتكام إلى الشريعة والشراء السماوية ولذلك هذا هو الأمر الكبير لكن أما عن قضية شرق السودان هذه الوثيقة لن تتطرق على شرق السودان ولن تدعو تنسيقية الشرق السودان ولا مجلس البيجا اللي هو جزء من هذه التنسيقية للتدارس معها حتى يقولوا يستبينوا ويستوضعوا رأيهم فلذلك أنا أعتقد أنه أيضا أنا حقيقة لأخوة المحامين هم أنفسهم اختلفوا ولكن نحن نقول كناس حقيقة حريصين على الخروج من هذه الأزمة والتوافق كأهل السودان بنفتكر أن المحامين الذين بادروا بهذه الوثيقة أنا أعتقد مطلوب منهم أن يكسروا كل الحواجز ويكون حقيقة قدر وثيقتهم التي قدموها ترفض أم يتوافق إليها على السودان فالمطلوب منهم ما دام وقعوا على وثيقة وقدموا وثيقة يعتقدون أنها تخدم القضية الآنية أنا أعتقد أنه منفترض كان يلتقوا بالنداء أهل السودان ويلتقوا بالتوافق الوطني ويلتقوا بمكونات شرق السودان ويلتقوا بمكونات سياسية أخرى حتى يعني يروجوا لمسيقتهم وهذا لم يتم ويقبلوا في التعديل والتجريع وهذا لم يتم لم تتم دعوتكم إلى غاية الآن ماذا إن ذهبت قوى الحرية والتغيير الشق المركزي إلى تفاوض مع المكون العسكري والوصول إلى اتفاق نهائي ثم توقيع هذا الاتفاق وأنتم خارج هذا الاتفاق كيف ستتعاملون مع هذا الواقع الجديد الاتفاق أنتم لستم جزء منه هو أنا أعتقد أنه حديث قوى الحرية والتغيير المركزية حديث حقيقة فيها نوع من الطغيان وفيها نوع من أدم اعتراف الآخر وفيها نوع من القطرسة والدكتاتورية المدنية والتجديد الاستعمار ولكن أنا أعتقد أنه الآن هم حقيقة أن يعيشوا في مستنقى آخر والشعب السوداني يعيش في آخر نحن الآن نقول من ستة وخمسين إلى ألفين اتنين وعشرين يسمون نفسنا مقوة هرية التغيير يسمون أحزاب بنقول أن السودان لن يستطيع إلى التوصل إلى دستور في كل هذه الفترة فلذلك نحن نتحدث عن الآن أن تغيير في الحكم وتغيير في النمط الوضع ذاته السياسي الآن نحن نفكر هل توافق أي دستاتير تتوافق ما حكم السودان هل الدستور الأمريكي الدستور الألماني أي دستاتير أخرى لأن السودان إذا نظرت لكل أقاليم السودان حقيقة أقاليم السودان لن تتساوى لا في التنمية ولا في الخدمات ولا في لذلك كان السبب اللجوء كل أهل السودان ونزوه من الخرطوم العاصمة هو إحمال الحكومات المركزية للأقاليم والآن الجزء الرئيسي والأساسي الآن ما يسمون نفسهم قوة الهرية والتغيير هم حقيقة الذين أوصلوا البلاد إلى هذه المراحل من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري إلى انتفاضة شعبية فلذلك الآن نحن نفكر في إيقاف هذه المحاورة السلاسة ديمقراطية حشة انقلاب عسكري لنفكر سويا في الوصول إلى دستور إطراض على أهل السودان كيف؟ ونتفق على تمر سيدة الناظر كيف؟ تبحثون عن مسار جديد إطراض على أهل السودان تبحثون عن مسار جديد دستوري بعيد عن مشروع الدستور الذي قدم من نقابة المحامين وتبنت قوى الحرية والتغيير المركزي؟ نحن أولاً هذا الدستور بالنسبة لنا غير ملزم لأنه لم يكن كتاباً سماوي بل هو حاجة كتبتها نقابة 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 مجموعة واحدة وهي ذاتها مختلفة عليها لكن أنا أفتكر أن يا أخوانا الكلام الدستيس واللناي ده ما بينفع الدستور ده نحن نشك أنه هو بتاع المحامين الدستور ده الآن يجد من يدافع عليه ويجد من يدعمه عشان كده أنا أفتكر أنه صحيح الآلية السلاسية أو الآلية الربائية إذا دائر تخدم هذه الفترة الانتقالية وإذا عايزت تخدم الشعب السوداني وإذا دار تخدم السودان حقه مطلوب منه أكثر وضوه من هذا الذي يصيب فيه الآن لأنه الآن لماذا تطبرنا الآلية سلاسية أو مربائية مذكرة المحامين يعني مذكرة المحامين يعني فينه يعني هل جرى عليه استفتاع شعبي نعم هل المحامين أنفسهم متفقين حولها فلذلك أنا أعتقد أنه يعني أنا أفتكر أنه لا لا يمكن أن تقول أنا أرسي إلى حرية وأطالب حرية وانتقل من مرحلة إلى مرحلة مع بعض الانتخابات والآن تكرس كل لنا في وثيقة واحدة لم تجد التوافق من أهل السودان نعم إذا كان ليل أن تكرس أنا ما دار ديمقراطية هذه الوثيقة هي تحرمني حتى من أدلي صوتي كيف أدلي صوتي وهذه الوثيقة تمكن فئة معينة فلذلك أنا أفتكر أنه دفن الرؤوس في الرمال مبيح القضية وأنا أفتكر أنه أشان الأزمة دي أشان ما تزداد أنا أفتكر أنه المحامين حقه يتراجعوا ويلموا وسيقتهم دي مع وسائق الناس ومسألة الحرية والتغيير المركز التولود وإن لم يتراجعوا إذا بيفتكروا يحكموا البلد مرحب بيهم لكن أنا أعتقد أنه وإن لم تتراجع نقابة المحامين عن مشروعها لا يمكن أنه يأتوا باللبس جديد آخر سيادة الناظر إن تتراجع نقابة المحامين عن مشروعها مشروع الدستور ولن نقبل بها سمعتني سيادة الناظر كنت أسألك عن في حالة لم تتراجع نقابة المحامين عن هذا المشروع مشروع الدستور هل تهددون بخطوات ما لا أعلم كان سيادة الناظر يسمعوني الآن سيد محمد أمين ترك أعتقد أننا فقدنا الاتصال مع سيادة الناظر ناظر محمد أمين ترك رئيس مجلس الأعلى ناظرات البيجة والعموديات المستقلة أعتقد أننا فقدنا الاتصال ذهن سيد محمد الأمين ترك شكرا جزيلا لك ومن الخرطم كذلك العاصمة السودانية ينضم إلينا مبارك أردو الأمين العام لتوافق الوطني والقيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية سيد مبارك أهلا بك على شاشة الحداث ومرة أخرى في برنامج الأخبار الليلة أنتم شكلتم جبهة سياسية هي الكتلة الديمقراطية هدفها كما تقولون مواجهة الوضع الراهن أو الاتفاق السياسي المرتقب لماذا تعترضون على هذا الاتفاق السياسي المرتقب؟ أولا شكرا جزيلا لك ولكل المشاهدين أسمح لي بس نصحح نحن ماذا يرين يعني لم نؤسس هذه الكتلة لنواجه الاتفاق السياسي الذي يسعى بعض أطراف الأزمة السياسية في السودان لترحيه هل لم تقولون أنكم تواجهون الرائم السياسي؟ عليه أكبر من كده هذا جاء في الإعلان أنتم تواجهون الرائم السياسي أكبر من كده ليس الاتفاق السياسي لوحدي هذا الاتفاق هذا يكون جزء من؟ ولكن التحالف هو أكبر من كده يعني أكبر من كده ولديه مشاريع مختلفة متعددة أكثر من كده ينظر لمسألة الحفاظ على الانتقال وتماسك الدولة وكذلك رأينا للترتيبات الدستورية وتحقيق التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة وكذلك التحضير للانتخابات وهكذا قضايا متعددة نعم لم نقيمه حتى يعني يكون يعني شيء ضد المجموعة الأخرى يعني في المجلس المركزي وغيره كيف ستصلون إلى كل هذه الأهداف سيد مبارك لم تكن جزء من هذا الحرك السياسي أو الحرك التفاوضي الحالي حول مشروع الدستور وحول الاتفاق السياسي أردكم مسار مختلف؟ أي مشروع دستور نحن نعلم يعني نحن نعلم أن هناك كتل سياسية مختلفة لديها أبرامج ومشروعات يعني كما تحدث الآخر ناظر محمد الأمينتري قبل غليل مجموعات كثيرة سياسية لديها مجروعات دستور واتفاق سياسي وعلان سياسي وكلها متاحة في المشهد يعني المجلس المركزي لديه قوى لداء السودان لديهم اتفاق ولديهم دستور وكذلك لدينا تعديل للوسيقى الدستورية ولدينا اتفاق سياسي وغيرنا لديهم أيضا هذه كل أكتل لديها حقا تبزل ما تراه من آراء دستورية ومواقف سياسية ويقبل فيصل الوحيد كيف أنه رؤيتنا تنتلق أنه لابد من منصة وطنية تجمع كل هذه المنصة وطنية سودانية سودانية بتسهيل من الأطراف الدولية حتى تجمع هذه الوسائق وتطلع باتفاق يجمع كل الأطراف المدنية في المغامل أول من سما تتفق الأطراف المدنية بعد اتفاقها مع الأطراف العسكرية هذه هي رؤيتنا واضح وجميل إذن المبادرات كثيرة كيف يمكن الوصول إلى منصة واحدة لكل القوى السياسية السودانية لمناقشة المرحلة الانتقالية هناك الكثير من المبادرات المبادرة التي يبدو أصحابها أصحاب الصوت الأعلى الآن هي مبادرة نقابة المحامين والله هذا حديث غير صحيح يعني ما في شيء اسم صوت أعلى وصوت أدنى وكل الناس سودانيين ولديهم حق ولديهم آراء يعني يمكن يقدموها في الشأن السياسي والإدارته ليست هناك جهة مفوضة حتى تقدم ما تراه تجعله عقدي زعان للناس مؤسسة العسكرية تتحدث مع أصحاب هذه المبادرة وتحدثت مع أطراف كسر يعني تحدثوا معنا تحدثوا مع نداء السودان تحدثوا مع أطراف كسر ويتحدثون مع آخرين ربما سيولدوا بالغد يعني ويضعون آخرين أيضا فلذلك يعني الحديث مع الأطراف الأخرى هذا لا يعني أنه يعني هم خلاص يعني لديهم الأفضلية ليقدموا ما يريدينه يعني وضع الانتقال الذي يقوم على سنائية ويقوم على فرض الرؤى الوحادية هذا الوضع قتول ولا يمكن لقوة محددة ترى نفسها أنها يمكن أن تفرض شروطها على الآخرين جربت هذه القوة مرات كثيرة مرات كثيرة هذه ليست الوسيغة الأولى في سبتمبر 2021 يقدموا وسيغة وقدموا إعلان سياسي يقدموا كذا وفشلوا وثاني يقدموا وفشلوا نراهم كثيرا يقدمون مشروعات ولكن هذه المشروعات دائما تفشل ولعلهم يتعلمون من الأفضل أن الناس يتقدموا يتطوروا يلتقوا بالآخرين نحن بدأنا الحرية التغيير التوافغ الوطني كانت حوالي 12 قوة 12 قوة كانت موجودة و12 حزب سياسي تطورنا من هناك إلى قوة التوافغ الوطني أصبحت أكثر من أربع كتل سياسية انضافت عليها المجلس العلل ونظارات البجا كأكبر مجموعة الآن موجودة في شرق السودان ولاحقا جاء انضم الاتحاد الديمقراطي والحرية التغيير للقوة الوطنية وعملنا الحرية التغيير الكتلة الديمقراطية هذا توسع في احتواء ولكن من يدعم دوليا أي مبادرة الآن السيد مبارك تدعم دوليا ليست المبادرة التي بدأت من نقابة المحامين بهذا المشروع من قبل أجيثولتها ليست المحددات الدولية هي التي ترسم المشهد في السودان السودانيين تعلموا أنه دائما هم يتبنوا هذه القضايا داخليا أولا يدعمونها داخليا حتى قضية التغيير تغيير نظام البشير يعني قامت داخليا أول ما بين السودانيين ما بين القوة عندما أسسنا الحرية التغيير أسسناه نحن كسودانيين والتقينا بشباف القوى المغامة وغيرهم وغيرهم حركات الكفاحة المسلحة الحزاب السياسية نحن أقمنا المشهد في الداخل ثم بعدها تدخل الخارج يعني نحن نعتبرهم الدقوة الخارجية نعتبرهم ولكن لا نضع كل أجندتنا عليهم وحتى إذا دعموا من دعموا هذا يعني هذا شيء سيد مبارك لا يحدد كيفية سريان الأمور والمشهد السياسي في السوداني دعني أنقل هذا الخبر العاجل الذي هو أسفل الشاشة الآن ووردنا الآن كنت أقول منذ قليل بأن لا قوة داخلية أو خارجية تجبركم على المضيفة هكذا ما صار دون أو الوصول إلى اتفاق دون أن تكونوا كل الأطرف جزء منهم مصادر بقوة الحرية والتغيير الآن تقول أنها تتوقع توقيع هذا الاتفاق في الأسبوع المقبل على ما أعتقد كان هذا فيه الخبر العاجل أو المصادر كذلك بقوة الحرية والتغيير تقول أنه وضع مدى زمني لتوصل الاتفاق نهائي قبل نهاية العام إذن هناك خطوات سريعة على ما يبدو للوصول الاتفاق الأسبوع المقبل وينفذ قبل نهاية العام أنا معلمه إذا سمحت لي معلمه بدأت كتلتنا في الكتلة الدموغراطية خاصة اللجنة الاتصال السياسي التي رأسها الغاية من ناوي بدأ الاتصال والتواصل مع بعض أطراف من الحرية تغيير المجلس المركزي هذا معلمه ولكن بالصورة التي تطرح وإنما سوف يوقعون أي غوة كما قلت لك سابقا لديها الحق أن تطرح ما تراه من مشروع ولديها حق أن تطرح ما تراه من موقف ومن دستور وقيره وتحدد المواعيد والتوقيع عليه وهكذا وهكذا ولكن هذا شيء يعنيها ويخصها لا يلزمنا بشيء إطلاقا بشيء ونحن نتعامل معها كموقف ضمن مواقف متعددة نحن نطمع ونتعشم أن كل هذه المواقف يجب أن تتقارب في موقف مشترك على الأقل حد أدنى لمواقفنا السياسية ندير به الانتغال ونسحب به إلى الانتخابات ولكن الارتماء في مشروعاتهم وهكذا هذا لن يستقيم عدلا والكل ليس لديه تفوض الآن الانتغال يغاد بالتوافق ويغاد بالاتفاق على الحد الأدنى على العموم المصادر تتحدث عن اتفاق مرتقب قريب جدا وعن توقيع حوالي 30 جسم على هذا الإعلان السياسي مكمل الدستور الانتقالي توقيع على الاتفاق الإطاري هو المرحلة الأولى الأسبوع المتبل والاتفاق النهائي قبل نهاية العام حتى لو كانوا خمسين دعك من ثلاثين حتى لو كانوا خمسين ماذا يعني هم قوة حتى لو كانوا خمسين قوة نداء سودان هم أكثر من هذا العدد نحن عددنا يقارب هذا العدد أو أكثر فهذا مهما كان تعددت واستنسخت أجسامهم وتكاثرت وهكذا هذا لا يعني شيء هذا يعني بينكم جبهة قوية معارضة لديكم مخطط أو مشروع واضح برنامج واضح للتعامل قبل أن نقسب قبل أن نقسب أنفسنا إلى معارضة وموالاء أولا كلنا قوة سياسية لدينا يعني برامج سياسية متعددة نسعى بها إلى حكم المرحلة الانتغالية والزهاب إلى الانتخابات قبل أن نصل إلى من هو معارضة ومن هو موالاء ومن هو معارضة ومن هو حكومة ومهما تكاثرت ومهما تناسلت هذه القوة تلاتين أربعين وغيرهم تظل قوة واطراف الأزمة السياسية المعروفين منذ 25 أكتوبر هم معروفين ويكاد يشارون إليهم بالأسماء والتنظيمات وغيرهم ما لم تتفق هذه القوة لن يكون هناك توافق أو لن يكون هناك اتفاق سياسي يلوح في الأفق في سؤالي الأخير باختصار شديد من فضلك سيد مبارك صحيح أن نسعى ليدها نعم أعذوني على المقاطع المؤسسة العسكرية على لسان البرهان كانت قالت المؤسسة العسكرية كانت قالت على لسان البرهان إنهم أي قادة المؤسسة أو أعضاء المؤسسة لن يذهبوا لأي حل دون توافق بين كل الكتر السياسية أو قوة السياسية ودون إجماع هذه القوة السياسية هل هذا الموقف مطمئن لكم أم أنكم تتوقعون في مرحلة ما المؤسسة العسكرية ستذهب إلى اتفاق مع طرف واحد أو جهة واحدة وهو طبعا هذا ما قيل هذا هو الموقف الصحيح والسليم وجاء نتيجة تجربة يعني كان الاتفاق الذي يوقع في 2019 كان بيننا نحن كنا طرف كطرف والمجلس العسكري كان طرف وكان هذا الاتفاق سناي لن نستديم ذلك الاتفاق نتيجة النزاع الذي حدث بيننا الآن نحن نسعى ونعمل نعمل أن الاتفاق يكون متعدد الأطراف أطراف متعددة وكلنا قوة سورة وكلنا شاركنا في إسقاط نظام البشير وكلنا كنا حراية وتغيير فلنجلس مع بعض ونتفق وهذا الموقف السليم الذي يحافظ على الاستقرار في البلاد والذي يحافظ على تماسك المؤسسة العسكرية حتى لا تخدع للاستقطابات القوى السياسية هذا معنا وحاضر ضدنا وغيره وهكذا هو الموقف السليم إن يحصل توافق وكل الانتغال في سودان تمت قيادته بالتوافق أنا أذكر سوال الذهب شكرا وغيرهم قادوا هذا الانتقال أو قادوا الانتقال في البلاد بالتوافق السياسي وهو الشيء الأسلم والأفضل وإلا فإننا سوف نكرر الأخطاء السابقة التي أدت إلى 25 أكتور شكرا جزيلا لك وأدى إلى فضل الشراكة ما بين السنائيين شكرا جزيلا من العاصمة السودانية كنت معنا مبارك أردو الأمين العام لتوافق الوطني والقيادي بالحرية وتغيل كتا الديمقراطية شكرا كذلك من العاصمة السودانية الخرطوم ينضم إلينا القيادي في الحزب الشيوعي السوداني كمال كرار سيد كمال أهلا بك على شاشرة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة نتابع شرح وفهم هذا المشهد السوداني أكثر معكم كحزب شيوعي أنتم طرف مهم أنتم من تبنيتم ورفعتم اللاءات الثلاث لا شراكة لا شرعية لا تفاوض حينها قيل بأن هذه المطالب متشددة وكنا سألناكم كثيرا في مناسبات عديدة هل ستصلون لمرحلة تتخطاكم مساعي الحلول هل تصلون لمرحلة تبعدون بسبب هذه المطالب المتشددة أعود وأطرح السؤال ربما ذاته هل وصلتم لهذه المرحلة هل تخططكم مساعي الحل أولا مساء الخير يعني عليكم وعلى المشاهدين ودعيني أحيي يعني الجمعة الشعب الثورية يعني التي تقاتل ببسالة يعني نظام 25 أكتوبر وهي منتصر الآن وحالة يعني على الانقلاب ومن يوالون الانقلاب وهكذا يعني لكن الصورة أولا نحن لم نرفع وحدنا اللاءات الثلاث في الحزب الشعي السوداني رفعته يعني معظم القوى الثورية الموجودة الآن في الشارع وفي طليعتها لجان المقاومة وغيرها من القوى الثورية الآن التي تنظر من أجل إسقاط هذا الانقلاب لكن الصورة بتاعت المشهد السياسي نعم خليني أنا يعني أجلب الصورة شوية يعني الحديث حول المبادرات والإعلانات والتسفيات وغيره والأشياء الزي دي يعني يدور في خضم مشهد يعني نحن بنوصف المشهد بأنه يعني فيه انقلاب عسكري موجود يعني أكثر من عام في غالبية يعني قوى الثورة السودانية هي يعني في الشارع من أول يوم في الانقلاب يعني يعني تناضل بالعمل السلمي الجماهيري وبالمواكب والمتاريس والإضرابات من أجل إسقاط هذا النظام واستكمال أهداف ثورة ديسمبر يعني المجيدة وفي قوى أخرى بشأن نرجع لنفس النقطة الهسة فيها نحن وفي قوى أخرى يعني هي عن طريق يعني محاولات التسفية أو لما يثم بالاتفاق الإطاري وغيرها بدفع أجنبي تحاول يعني تغنين وجود هذا الانقلاب وتمرير بعض الأجندة الخارجية والداخلية ومحاولة يعني قطع الطريق على السورة يعني دي المعركة الأساسية بين هذه الأطراف يعني نحن اخترنا الانحياز للشارع وللثورة وهذا يعني دابنا ونعتقد يعني اعتقاد جازم يعني عندنا السغلات تحدى حدود في أن هذا الطريق بتاع الثورة والانتفاض هو منتصر على ما عليهم من طرق ولكن كان معنا أمس سيد كمال كان معنا أمس الواثق من الحرية والتغيير وقيادي بارز هناك وكان من الذين تحدثوا وتفاوضوا مباشرة مع المكون العسكري وقال لنا في حوار أمس إنهم إن وصلوا إلى مرحلة متقدمة في الاتفاق سيذهبون إلى النهاية سيوقعون هذا الاتفاق إن وقع بالفعل دونكم ما الرد الذي أو ما الخطوة التي ستتخذ من قبلكم نحن لا نعرف طبيعة هذا النوم للاتفاقات ولسنا طرف في هذا في هذه السيناريو التي تود تصفية الثورة السودانية لكن كما واسقين مئة في المئة من أن الشعب السوداني سنتطر على هذا الانقلاب أيضا سينتصر على أي حكومة تنتجى هذه التسوية نحن في اعتقادنا وفي تقديرنا إن من يضعون الآن يدوم في الانقلاب بإسم التسوية أو الاتفاق الإطار وخلاف هم جزولة تجزة من هذا الانقلاب والشعب عندما يسقط هذا الانقلاب سيضغطونهم تلقايا مع هذا الانقلاب وتنتصر السورة كما انتصرت على المخلوع البشير وعلى غير من الدكتاتوريات الماضية هذه السيغالات حدى حدود ولا نريم بالغيب لكن تواه تاريخ الشعب السوداني وتاريخ ثوراته والمآلات للأسف الشديد الذين يتمهون مع الانقلاب العسكري لا يتعذون من التاريخ القريب ولا يتعذون من أن نفس المجموعات الحزبية أو ما يسمى بأحزاب الفكة التي كانت موجودة مع نظام البشير وكانت هي تواليه وكانت استند له كده هي صغطت مع نظام البشير فهؤلاء يكررون يشترون من نفس الكأس التي شربت منها تلك الأحزاب والنظام البايد وكده هذا يعني بينكم لن تشاركوا في أي حوار وحتى إن وجهت لكم الدعوة لنعدد باختصار شديد سيد كمال المآخذ حقيقة هذه التسوية هي محاولة إطالة عمر الانقلاب والانقلاب على أهداف الثورة والهرول وراء انتخابات سريعة جدا هي تعيد إنتاج النظام البايد وتعيد إنتاج نفس النخبة السياسية والطبقة التي كانت تحكم السودان منذ 56 إلى يوم من هذا الرسمانية الطفيلية والارتهال للأجنب الأجنبية وحكومة العمال والارتزاق وهكذا هذا الطريق ثورة ديسمبر وضعت عليه نقطة وكل الشهداء الذين سقطوا في هذا الدرب يريدون سودان جديد سودان حرية وسلامه عدالة لن يتحقق بمثل هذا النوع من التسويات نحن ضد هذا النوع سنعمل مع الشعب السوداني على هزيمة هذا المخطط وهزيمة الانقلابين وهزيمة من يتمهون معهم شكرا جزيلا لك من العاصمة السودانية الخرطوم كنت معنا القياد في الحزب الشيوعي سوداني كمال كرار شكرا